نحن رجال أحرار ما حد وجهنا ولا احنا صبيان عند التجار وهذه رسالة للجميع هيبة المجلس وكرامة المجلس والقرارات الشعبية والقوانين الشعبية سوف نمضي بها بإذن الله وأول أمر أن يكون هناك احترام للأغلبية البرلمانية التي تمثل إرادة الشعب الكويتي في مجلس 2020 ولن نتنازل عن هذه الحقوق ولو أوقفنا كل الجلسات في المستقبل ولن نسمح لأي رئيس رئيس مجلس الأمة أو نائبة أو أين كان يستلم سدة الرئاسة في الجلسات أن يهمش ولا يحترم طلبات النواب وسوف نقف له بالمرصاد وشكرا للجميع صلى الله عليه وسلم